السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الفيديو ده هنتكلم معاكم عن طريق التجليم شجرة الرمان وهنشوف شجرة الرمان بعد عملية التجليم شكلها هيكون إزاي الشجرة اللي قدامنا ديت لم يتم تقلمها من قبل يعني ما حصلهاش عملية التجليم فإحنا هنبدأ نقطع الأفرع الزائدة وهنجلمها زي ما انتو شايفين في الصورة ويلا بينا نشوف هنقلم الشجرة زي وهنشوف شكل شجرة الرمان بعد عملية التجليم بس عاوزين كل الناس اللي لسه بتشوفنا لأول مرة تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس ولو عجبها الفيديو يريد تحط لايك هنبدأ نقطع الأفرع الجانبية والأفرع الضعيفة والأفرع اللي ممكن ما تديناش إنتاج وممكن ما تديش سمار هنبدأ نقطعها وهنقطع السرطانات والسرطانات في شجرة الرمان لازم نقطعها لأن هي تعتبر غير مفيدة في الشجرة ومش بتدي اسمار وكمان السرطانات ما بتستهلك من غزة شجرة الرمان وما بتديناش إنتاج فيفضل إننا نقطعها أثناء عملية التجليم هنبدأ برضو من فوق نقطع الأفرع العالية اللي ممكن ما نعرفش ناخد منها سمار ولو في عندنا أفرع نشفة هنقطعها ولو في أفرع كانت مكسورة هنبدأ نقطعها ونراعي النسبة الورقية في الشجرة وكمان هنبدأ نفتح حجر الشجرة من النص يعني علشان الشمس توصل لشجرة الرمان بس نخلي بالنا إن الشمس ما تخشش جامد يعني لازم نخلي فيه فروع في النص ما نقطعش جميع الفروع اللي في نص الشجرة علشان ما يحصلش لفحة في سمار الرمان بعد كده بالنسبة لتربية شجرة الرمان ممكن نربي الشجرة على ساق واحد بس بيكون فيه حشرة بتسمى الحفار والحشرة دي بتعمل أنفاق في الساق بتاعة الرمان وبالتالي مش هتاخد انتاج فيفضل إننا نسيب أكتر من فرع رئيسي في شجرة الرمان ونربي عليه شجرة الرمان علشان لو الحفار أصاب فرع الفرع التاني ما يكونش فيه إصابة طبعا الحشائش اللي احنا شايفينها دي بعد عملية التجليم هنبدأ ننظفها وهنبدأ نسمد شجرة الرمان بعد عملية التجليم أو خاصة بعد شهر يناير وفبراير هنبدأ نجيب السماد العضوي أو السماد البلدي المتحلل وهنحط حوالي خمسة كيلو لشجرة الرمان وبعد كده هنروي شجرة الرمان ريا غزيرة وبالنسبة لأفضل موعد نجلم فيه شجرة الرمان فإحنا بنجلم شجرة الرمان أثناء مرحلة السكون ومرحلة السكون دي بتكون في فصل الشتاء فهنجلم الرمان في شهر يناير وشهر فبراير بس يفضل إن إحنا نجلم في شهر يناير وأوائل شهر فبراير أهم شيء جبل ما تكون الشجرة بدأت تطلع فروع وبدأت تظهر علشان في الربيع الشجرة بتدخل فيه مرحلة الإصهار والإسمار وده بيكون شكل شجرة الرمان بعد عملية التجليم زي ما احنا شايفين الشجرة شكلها تغير عن أول الفيديو وبعد ما جطعنا الأفرع الزائدة الشجرة شكلها تغير وده طريقة التجليم الصحيحة أما بالنسبة للشجرة التانية اللي احنا شايفينها ديت فشجرة الرمان ديت هنبدأ نجلمها وهنشوف الفيديو بعد ما هنجلم الشجرة اللي قدامنا بعد ما بنجلم شجرة الرمان بنبدأ ننظف التربة والجزور اللي أسفل الشجرة وبعد كده هنضيف السماد العدوي وبعد السماد العدوي بحوالي عشرين يوم هنبدأ نضيف السماد الأزوتي وهنضيف حوالي 150 جرام أو 100 جرام لكل شجرة الرمان وكمان يفضل أننا نرش زيت معدني مع أي مبيت حشري لشجرة الرمان وبعديها بفترة نرش أي مركب فطري أو نرش مركب نحاس علشان الأمراض الفطرية وعلشان الشجرة ما يجلهاش أي أمراض وتاخد من شجرة الرمان سمار وتاخد منها أفضل إنتاج وزي ما احنا شايفين هنبدأ نقطع الأفرع الزائدة والأفرع الجانبية وعاوزين نخلي الشجرة نموها يكون بالعرض ومش عاوزين النمو يكون لأعلى فالأفرع العالية هنبدأ نقطعها ونخلي الشجرة نموها يكون بالعرض شجرة الرمان بتعتبر من الأشجار أو من الفكهة متسقطة الأوراق يعني إيه متسقطة الأوراق؟ يعني الأوراق بتاعة شجرة الرمان بتبدأ تتساقط في فصل الشتاء وفصل الخريب وأيضا من الفكهة متسقطة الأوراق زي الرمان عندنا التين وعندنا التفاح والعنب وعندنا البرجوق والمشمش والخوخ واللوز وعندنا القاطة كل دية أشجار بتكون متسقطة الأوراق وبيتم تقلمها في الخريب والشتاء وده بيكون شكل شجرة الرمان اللي قدامنا وعملية التجليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة